خلينا نشوف الوضع على المعبر مرة أخرى تيفزيون مصري يتحدث عن أن الرهينتين أو الاثنين من المحتجزين قد وصلت إلى معبر رفح وأيضاً إحنا عندنا عدد من الحافلات بالفعل دخلت النهاردة إجمال الحافلات تقريباً حوالي خمسين حافلة دخلوا معبر رفح مرة أخرى هذا قطرة من بحر إحنا محتاجين ندخل مفروض تدخل ميد شاحنة يومياً لحشان نقدر بس نلحق الوضع الإنساني الكارثي في بروكسل النهاردة كان في اجتماع مهم للوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولأول مرة نسمع وزيرة خارجية فرنسا تتحدث عن هدنة إنسانية في غزة رئيسة وزراء فرنسا كانت في الجمعية الوطنية ولكن لأول مرة نسمع مندوب فرنسا بيتحدث عن هدنة إنسانية في غزة ده صوت ما سمعناهوش قبل كده ده لم نسمعه من قبل